بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 الوحدة الرابعة الموازنة الشملة ومحاسبة المسؤولية Master Budgeting and Responsibility Accounting المحتويات أولا الموازنة الشملة نتناول فيها أسباب إعداد الموازنة وظائف الموازنة تبويبات الموازنة الشملة المشاركة في إعداد الموازنة مثال تطبيق على الموازنة الشملة ثانيا نظام محاسبة المسؤولية نتناول فيها ما هي محاسبة المسؤولية لا مركزية الإدارة ومحاسبة المسؤولية أنواع مراكز المسؤولية محاسبة المسؤولية في بيئة الأعمال الحديثة أولا الموازنة الشملة Master Budget أسباب إعداد الموازنة Reasons for budgeting الموازنة هي خطة كمية لاستغلال الموارد المتاحة لوحدة محاسبية قد تكون نشاط أو قسم أو إدارة أو المشاكة كل خلال فترة مستقبلية محددة فترة مستقبلية قد تكون قصيرة الأجل أكثر تفصيلا أو طويلة الأجل ثلاث سنوات خمس سنوات أكثر من ذلك لتحقيق أهداف معينة وبالتالي في الموازنة هي بيان كمي بتوقعات الإدارة فيما يتصل بعملات البيئة والشراء والإنتاج والتمويل عن الفترة التي تعد عنها الموازنة فعادة ما يتم تنصيق وتوحيد الموازنات الفرعية للأقسام المختلفة في المنشاة في موازنة واحدة هي الموازنة الشاملة أو الرئيسية وهي تقدير شامل للإيرادات والتكاليف الخاصة بجميع أنشطة المنشاة لفترة سنة أو أقل من أسباب إعداد الموازنة ما يلي واحد تخطيط الأنشطة بما يضمن تحقيقها بكفاءة وفعالية تنين تحقيق التنصيق بين الأنشطة وتشجيع روح التعاون تلاتة توفير نظام متكامل لتقييم الأداء أربعة مقبلة المتطلبات القانونية أو التعاقدية خمسة توجيه الأنشطة والجهود نحو تحقيق أهداف المنشاة ستة خلق الوعي التكاليفي لدى الأفراد اشتركوا في القناة